وعلى فكرة حتى شخصية هوية يسوع في القرآن أعظم بكثير من أي شخصية أخرى إذا تلاحظ الصفات التي أعطيت للمسيح كلمة الله المسيح الديان علام الغيوب الخالق وكل هذه الصفات العظيمة فأين بآخر؟ 100% أخ نزار إذا نتطلع ونشوف كل الأنبياء كل الأنبياء من أول ما صار فيه أنبياء من إبراهيم ونحن لليوم شو مكتب على قبوره؟ هنا يرقد النبي فلان وهنا يرقد النبي فلان إلا على ظريح فلان مرقد فلان مزار فلان إلا على قبر المسيح كتب ليسها هنا لأنه قام طيب ليش قام المسيح؟ ليش قام المسيح بالنسبة إلي وإلك؟ قام لا يقيمنا من الخطيئة قام لا يقومنا معه مرة ثانية ولا يرجع مرة ثانية يذكر القرآن أنه هو الديان طيب من الديان؟ ما الله هو الديان؟ أي المسيح يعطي صفة أنه المسيح هو هو الشخص الديان أو هو الله حتى لما يعطي صفة أنه قام مثلا هنا بيقولوا مقام لأنه شبه له وواحد من الحواريين هو الذي صلب شو اسم هذا الحواري الذي صلب؟ أنا أريد اسمه لما يقولوا يهوذة حتى اليهود يشهدوا أنه يهوذة هو اللي راح شانق نفسه لأنه هنا أعطوا بعض من الفضل يسلم المسيح فأنا بدي يدلوني وين المسيح؟ هل هو مازال بالقبر؟ بيقولوا رفعوا الله إليه ونحن نعرف أنه المسيح قام من القبر لأنه هو الله ارتفع لفوق وهنا يؤمنوا أنه المسيح راجع مرة ثانية ونحن نؤمن أنه المسيح راجع مرة ثانية لكن ليس راجع كنبي أو كإله أو مثل ما بيقولوا راجع لا يكسر الصليب المسيح راجع حتى يأخذ مملكته اللي هي نحن شعبه اللي اغتناه بدمه فالمسيح هو الله هو المخلص هو الملك وهو المقام هذا هو المسيح هو المقام الحي ما في نبي حي بدي يعتذر من إخوات المسلمين قديش صار له محمد ميت وين أعظامه أعظامه موجودة غير محمد أعمل شي قام محمد شف مرضى شف برس أقام مكرسحين أبدا أين المعجزة أين المعجزة التي تثبت صدق الدعوة مية بالمية فيسوع المسيح كل أعماله تثبت صدق أنه هو الله هو الله وملكوت الله لا يأتي بكلام مثل ما بقول الكتاب المقدس بل بآيات ومعجزات بالروح القدس يعني حضور الله في وسط شعبه